السلام عليكم يوز تو هي اسهل مما يكون هي عبارة ان انت بتستخدمها عشان تعبر عن عادة كنت بتعملها على طول في الماضي او حالة حاجة معينة في الماضي وعلى سبيل المثال انا كنت معتاد العب كرة زمان فهقول او ان والدتي كانت معتادة ان تطبخ لنا فانت هنا تكوين الجملة ازاي الفعل اللي هو انا او انت او كذا اللي هو اي او هي او شي او ات وبعدها يوز تو وبعدها الفعل في الصورة الرئيسية من غير اي تعديل عليه تب بنسأل ازاي هي يوز تو عبارة عن ماضي لو تفتكر الماضي البسيط ان احنا بنسأل فيه بدد وبدن فيه بددن فبنخرج دد في الاول ونسأل ونرجع الفعل الصورة الرئيسية ايوز تو بلاي باسكتبول فحسأل اقول تب بنفس زاي بنفس اي او برجع عبارة الفعل الصورة الرئيسية انه ماضي بسيط I used to run three kilometers every day I didn't use to run three kilometers every day I didn't use كذا كذا أو he didn't use كذا كذا use بترجع did بترجع الفعل للصورة الرئيسية فنفس الفعل مع used to لو هنجاوب على السؤال بنجاوب على السؤال إزاي بنجاوب على السؤال بالجملة كاملة Yes I did كذا كذا ترجمة نانسي قنقر